كمان موضوع تاني اتكلمت عنه دراسة اجنبية ولو ان انا بقلق من موضوع دراسة الاجنبية دي بتقول ايه بقى انه الرجالة لما بيقعوا في الحب مش بيقدروا ان هم اداروا مشاعرهم بيبنى عليهم يعني بيبقى معروف ان فلان ده في حالة حب هي هو كده مش على بعضه زي ما بيقولوا يعني حتى لو ما قالوش كلام بشكل مباشر تصرفاتهم بتظهر قد ايه هم بيحبوا الطرف التاني او حتى على اقل معجبين بيها الدراسة قدمت شوية نصايح للستات علشان ازاي تحافظ على حب الرجل ليها ويفضل في حالة الوهج ده يفضل طول الوقت كده في واله طول الوقت الناس شايفة ان هو بيحبها فعلا اولا انت متفكرة مع الدراسة ان الرجل بيبنى اللي يحب يبنى في عينيه معنا لسا كنت اقول في لغة بالداري ليه يعني اللي بيحب بيبنى بس سواء ستة او رجل اه طب يعني بيبنى عليه طيب بيقولك بقى الحاجات النصايح بقى ازاي اول حاجة انك تتفخري بوجود الراجل معاك نقطة دي بتكون فرقة جدا معاهم طبعا يعني وراجل يحب يحس كده ان الكون كله يعني يلف حواليه انت والدنيا كلها بوقفة عشان تسعده وجودك في الحياة مفروض موجودة عشان تسعديه وعباري عنده يعني يحب انك تعباري طول الوقت وانت بطابع عليه وبتاعه ويقولك كمان يعني انك تتوقعي الاحتياجات الخاصة بيه حتى لو كانت صغيرة لان هنا الراجل بيحس بسعادة كبيرة ان الست اللي معاه مهتمة بيه وبتحبه ما بيشتكيش يعني انه مخنوق مش عارفة ما علينا بص يا جماعة انا بشوف ان الاحتياجات اللي بنتكلم معنا هنا عمدك حق فبشكلك في الدراسة دي ايمان فكرة الاحتياجات هي بتختلف من راجل للراجل فيه راجل يحب اهتمام كبير زايد اللي هو في كل تفاصيل حياته هتاكل ايه وتشرب ايه وتلبس ايه وفيه راجل بيحب مساحة خاصة لي ويبقى عنده هو اللي يختار وهو اللي يقول وهو اللي يعمل فلازم الزكاء العاطفي في الموضوع اللي ينجح العلاقة ويخلي الطرفين متمسكين ببعض انا افهم اللي قدامي بيحب يتحب ازاي صحيح بيحب يتدلع ازاي لو انا عاوز اتدلع بطريقة مش معناها انها هي نفس الطريقة اللي هتعجبه انا اكلني انبسط حيث انك بتحبيني انا كهبه مثلا اه والله هاتلي اكل غيري لأ قولي كلمة حلوة اكتب دي رسالة سمعني اغنية هاتلي يعني كل واحد ايه انا بعترف انا جاعترف النهاردة انت طبعا منزل صح كل واحد بيحب يتحب بطريقة معينة وزكاء بقى اللي هو زكاء الفطري بتاع الشخص التاني عاطفي اه وزكاء العاطفي طبعا يا خليه بقى فاهم الطرف التاني بيحب ازاي ممونة قالت انه تتفخر بيه طبعا انا تتفخر بيه ازاي يعني قدام الناس بنظرتك لي طول الوقت بتبصيله على انه هو حاجة كبيرة قوي على انه هو حد برنسا قوي يعني غير بقى ما تبقي نازلة معا في مكان مثلا بتبصيله بقى ايه اللي انت لابسه ده مش لايق الا ده فيبتدي حس ان انا مش مالي عنها ولا ايه الكلام ده قاعدين بتاكلوا في مكان مثلا او قاعدين في مكان بتناولي حاجة افتكرتين معاكي في كباية حاجة اه احطلك كزا دوئي من طبقك اه لا انا مش حدياكل من طبق ده انا لازم اللي معايا يطلب حاجة غير انا طلباها عشان نجرب حاجات جديدة ايه انه يطلب نفس الحاجة لا ده انت مزاجك عالي في العكل ولما دوئت معناه ان انا بعزك لا انا بعمل حاجة الطف مع حبيبي بقى بشكل عام مع حبيبي كلهم بقى سواء صحباتي قريبي زميلاتي اول حاجة اول لقمة بقوم اسماها حسب عدد اللي موضي بتاكلش اصلا من يوم ما جاءت البرنامج معانا اصلا بتاكل في الموضة او بتاكلش البيت مش قسمين لقمة سواء بيكيه من ست عشر سنة من واحنا بتانية ابتدائي ماشي ده كان نستفتح لسه طيب يعني المسأل بيقول اهتمان بيتطلبش لا احنا مش كازا نستنى لما يطلب يعني كمان لما يطلب يبقى دمه تقيل يعني احنا نهتم والتعبير عن المشاعر والحب طول الوقت لزوجك للاخرين لولادك ده شيء مهم جدا بيدي الحياة طاقة جميلة جدا وخليه يدور عليك طول الوقت يعني ما تبقىش انت متاحة وموجودة طول الوقت يعني دايما هو اللي يدور عليك تعرف ان هو محتاج لك تكوني موجودة لكن بلاشك كاب سبع عشان فيه ناس بتتخنئ